اهلا ومرحبا بمشاهدنا في كل مكان وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ستوديو الرياضة تتابعونا في هذه الحلقة الهيئة العامة الاتحاد كورت القدم تنتظر قرار الفيفا بتسمية هيئة مؤقتها تدير الاتحاد الاندية المشاركة في دور الكرة تقرر قامة المباريات على ملاعبها من مرحلة واحدة والمنتخب الوطني لكرة السلة يخوض مباراته الأولى في بطولة الملك عبدالله مع نظيره السوري أهلا بكم يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة أولى مبارياته في بطولة الملك عبدالله يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره السوري في العاصمة الأردنية عمان وسيلتق المنتخب في اليوم التالي مع منتخب الأردن ومن المقر أن تنطلق البطولة يوم الثلاثين المقبل في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة منتخبات الأردن والسوريا واللبنان والبحرين وتأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات آسيا وكأس العالم ترجمة نانسي قنقر تحضيراً للمشاركة في دور الكرة الممتاز فاز فريق الزوراء على أمانة بغداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أمانة بغداد كما فاز القوة الجوية على نفط الوسط بهدف دون مقابل في لقاء ودي آخر على ملعب القوة الجوية هذا وكانت الأندية الخمسة عشر التي قررت المشاركة في منافسات الدور الممتاز قد اتفقت على إقامة المباريات من مرحلة واحدة وإجراء القرعة الجديدة يوم الاثنين المقبل وسيخوض كل فريق أربع عشرة مباراة نصفها خارج ملعبه يذكرنا فرق المجموعة الثانية في القرعة الملغاة والتي كان من المقر أن تلعب في دهوك ويدجوية والحدود وصناعات كهربائية وبغداد والنفط رفضت اللعب هناك وطالبت بنقل منافساتها إلى بغداد وإلى ملعبها اشتركوا في القناة والحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيفه من بغداد رئيس القسم الرياضي في صحيفة الزمان الدكتور عمار طاهر أهلا بيك دكتور في برنامج ستوديو الرياضة هل كان قرار الاندي الخمسة عشر اللي قررت إقامة مباريات الدوري على ملاعبها صائب رأيك بالبداية أهلا وسلم بيك سيد حسام على حضرتك وعلى مشاهدين الكرام أنا مرحب أنا أعتقد الموضوع كان من البداية نحن لا نتخش بهذه الأزمة وعلى أسف الرياضة الآن تلد أزمة كان يفترض الدوري يستمر يعني هو شنو اللي حصل الآن حتى يصبح دوري مرحلة واحدة ومخمسة عشر فريق كان ممكن يستمر الدوري بدون جمهور مثل ما حدث في مصر مثل ما حدث في لبنان مثل ما حدث في السودان يستمر الدوري بالعكس أنا أشوف الآن التظاهرات يمكن أن أخذت منحها آخر فيفترض أنه كان دوري يستمر أنا أعتقد كان إيقاف الدوري بالأساس هو قرار خاطئ الآن الاتحاد لا يملك خيارات والسؤال الكبير هو وين الاتحاد الآن يعني ما سيشرف على هذا الدوري يعني حقيقة هو حتى السيناف المسابقة أنا أعتقد سيولد كثير من استفهامات يعني الإشراف عليها إدارتها قضية التحكيم يعني ممكن الدوري سيواجه مشاكل أكبر مما كان الاتحاد موجود فهيستمر الدوري لكن كيف هيستمر بأي طريقة كيف ستنتظر المباريات أنا أعتقد هذا الموضوع أيضا الآن أو في المستقبل في غيرها بالمجهول نعم هو هذا السؤال دكتور عمار يعني هي المشكلة التي تواجه جميع الآن هو من الذي سيشرف على إقامة المباريات الدوري في ظل عدم تسمية الاتحاد الدولي هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة يعني ما تأثير توقف الدوري برأيك أيضا خلال الفترة الماضية أيضا لاعبي المنتخب الوطني الضرر والذي عنده مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم والآن المعظلة هو من سيشرف فهل تعتقد أنه قرار مرتقب للفيفا حل هذه الأزمة؟ أنا أعتقد القرار كان خاطئ قرار إيقاف المسابقة كان خاطئ الآن قرار السناف الدوري في ظل عدم وجود الاتحاد أعتقد قرار أيضا ملتبس قضية الاتحاد الدولي أنا أعتقد يعني الآن تنسيق مع الاتحاد الآسوي يعني في صدق تيار هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد الآن الاتحاد يدير موظف يعني في بغداد الاتحاد الدولي والاتحاد الآسوي تصل في موظف كل الموجودين الآن بالاتحاد أقصد هيئة الإدارية السابقة الآن هيئة غير شرعية لأنها قدمة استقالاتها للفيفا وبانتظار الفيفا تأخذ إجراء معين وأعتقد أن الاتحاد دخل المسابقة ودخل نفسه في مشكلة كبيرة جدا مثل ما تعرفت أستاذ حسام قضية الكافتل عدنان درجال وقضية المحاكم وقضية محكمة كاس كلها أعتقد أني ولدت عندنا وضع متأزم جدا فيما خاصة الكرة العراقية أيضا هذه طبعا تنسحب أيضا على قضية المنتخى الوطني عندها 31 آذار عندها مباراة مهمة مع هونغ كونغ أنا أعتقد إذا فيضل عدم وجود دوري كيف المدرب سيختار التشكيل يعتمد على المحترفين في الخارج الآن الموجودين بالداخل كيف سيتم اختيارهم هل هم مهيئين لخوض هذه المباراة كذلك قضية المحترفين الآن وعقود اللاعبين كلها مشاكل يحتاجها إلى حل يحتاجها إلى هيئة أعتقد مؤقتة تسموها بشكل سريع حتى تتلافوا هذه الأشكاليات اللي أعتقد هي أشكالات كبيرة طبعا نعم وانتقال المباراة كان بالأول أنه سوى وقرعه على أساس تقام في دهوك وفي أربيل وفي زاخو في قليم كردستان ولكن حتى الناس باللغة ما مستعدين حتى ما لعب دهوك ما مستعدين قرار فجائي وقرار بصراحة ما نعرف منه الذي يتخذ هذا القرار لأنه هل أن لجنة المسابقات التي تحاول أن تدير الدور الآن هي إلهة شرعية أنه تتخذ قرارات معينة السادة حسام هي حتى لجنة المسابقات أو لجنة الحكام من عدها ترجع إلى قرار المفروض ترجع إلى هذه الإدارية طيب هي إدارية الآن هي خارج الشرعية لا يوجد إدارية بالاتحاد القدم استقالات بالجملة وتم رفحها للفيفة حتى أمين السر المفروض كان لا يستقل أمين السر حتى ماشي الأمور أنا لا أعرف كان قرار حقيقة كان قرار متسرع وخاطئ وربما كانت هناك ضغوطات معينة لأنه في حال بقاء من السر ربما من صلاحية يجمع لهذه العمل يتخذ قرار فأنا أعتقد هذا قضية عدم ثقة المتبادلة الموجودة بين الأطراف النزاع الموجودة الآن أعتقد هذه أثرت بشكل كبير الآن نواجه معضلة بالحقيقة مسابقة الآن صار أكثر من رأي على التث محافظات أو مرحلة واحد 15 فريق ذهاب وإياب وإلى آخر حتى قضية الملاعب الآن أنا أعتقد ستواجه قضية الملاعب يعني ممكن أن بعض الفرق أو بعض الأندية أصلاً ما عندها ملاعب عموماً أنا أعتقد كان قرار إيقاف الدوري كان قرار خاطئ والسعناف الدوري كان قرار خاطئ لكن الخيارات كانت محدودة وما زالت محدودة ما هي هذه المشكلة ومن يعالج الموقف الآن يعني ينطبق عليه القول أنه طبيب يداول ناس وهو عليله شوف شنون دكتور يعني اليوم حسب الأخبار الطبيب الطبيب الصيني هو ليست عليل الدكتور عمار الطبيب الصيني الذي اكتشف فيروس كورونا هو ليست عليل هذا بالمناسبة هو ميز سريريا أستاذ حسام أستاذ حسام خليناكم واقعين الاتحاد ليس مريض وإنما هو ميز سريريا الآن كرة العراقية تعيش في ظل الاتحاد ما يكون الاتحاد الآن يدير اللعبوة فالآن نحن مجرد مراسلاته حتى يفترض أنه يصلاك وتحرك حتى موفيصة يكون تدخل حكومي لكن تدخل حكومي خجول وأنا أعتقد الوزارة موعدة أدوات تقدر تدير بشكل جيد على الأسف نتكلم بهذه الطريقة يعني الوزارة أيضا كلما يجي وزير جديد تتغير الشخص الرئيسية والأعمير الرئيسي بالوزارة ويجعون غيرهم بعد أن يتغير الوزير ويجعون غيرهم الوزارة أيضا لا تعيش استقرار ولا عندها القدرة والقابلية ولا عندها وجود الشخصيات تقدر الملف بشكل جيد هذا أيضا عامل مهم الآن يفترض الحكومة تدخل بهذا الموضوع الآن الاتحاد خارجي شرعية يجري مسابقة الظرف البلد الآن غير مستقر يعني يفترض المزارة تكون لها رأي لكنه المزارة المزارة غائبة الهيئة الإدارية الآن هي مستقيلة المسابقة تستأنف من حين يدير المسابقة الاتحاد الدولي من خاطب الاتحاد ينسق معه أنا أعتقد هذه صارت معضلة كبيرة ويفترض حتى قضية المحاكمة السلام أيضا تنساها يعني الآن دعوتين داخل العراق ودعوت كاس أيضا مستمرة ومتفاعلة الموجودة الآن حتى قضية أنه إذا يتنازل عندنا درجال أكو قضية الحق العام يعني ومحتح الأزمة القائمة يعني على أساس انتظار أنه يصر عفو عام وهذه أنا أعتقد كلها أيضا في غياب المجهول يعني الاتحاد وضع نفسه في عزمة كبيرة وهذه الأزمة سحبة على الكرة العراقية وأعتقد كانت طيلة الفترة اللي ماضية ونحن ما هي المشكلة نعم دكتور عمار كل من تلقى يسكد أعتقد نعم أعتقد الاتحاد هو فشل بالمهم ومع الأسف وخرج بفضيحة يعني حتى هذه القضية قضية أنه التلعب محرارات رسمية إن شاء هذه مشارة ليس بسيطة بالحقيقة يعني شخصيات معينة موظفين أو أعضاء اتحاد يكونون خلف القضبان هذه مثلي بالرياضة العراقية هذه مثلي حتى ببادئ الرياضة السامية يعني وصلنا إلى مرحلة مع الأسف يحتاج تدخل حكومي لكن ما زال التدخل الحكومي ضعيف لعدم وجود أدوات فاعلة ممكن أن تتحل الأزمة وهي أيضا سابقة دكتور عمار لم يحدث المخالفات التي أشرت عليه وبلا شك الجميع ينتظر ماذا سيقول الفيفا والاتحاد الآسيوي خلينا نروح الفاصل دكتور وبعدها نكمل مشوار هذه الحلقة من برنامج ستوديو الرياضة إذن عزيزي المشاهدين فاصل ونعود لكم ابقوا معنا أهلا بكم الجديد وجزء ثاني من هذه الحلقة من برنامج ستوديو الرياضة من جديد أرحب بضيفي من بغداد رئيس القسم الرياضي في صحيفة زمان الدكتور الزميل عمار طهر دكتور كل مثل ما أذكرني يترقب قرار من الفيفا بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي حول تشكيل هيئة عامة مؤقتة لاتحاد الكرة الدير شؤون الكرة العراقية يعني تناقلة وسائل الإعلام أو رشحة أسماء يعني عديدة أنه من الممكن أن يؤد هذه المهمة من الأسماء المعروفة والمشهود لها بالكفاءة ماذا تقول أنتو من تقترح لأن يتولى مهمة هذه الهيئة المؤقتة سيد حسان طبعا أنت تعرف الكرة العراقية زاخرة بالنجوم زاخرة بالشخصيات التي عندها تجربة إدارية ناجحة يعني أقدر أعدي لك عشرات الأسماء التي موجودة حاليا بعضهم الآن متكتلين مع كابتل عددان الرجال وبعضهم الآن لا هم يراقبون المشهد عن كثب أو عن بعد ويراحبون العشاء قاعدة يصبح بقرة العراقية فأنا أعتقد أنه كثير من الأسماء ممكن أنه الآن تكون بالهيئة المؤقتة على أقل تهيئة الانتخابات مبكرة حتى نخلص من هذا المزق أنه مجموعة مؤقتة وهذه المؤقتة تأخذ على عاتق تهيئة الهيئة العامة حتى هي قضية التي تعرف أس المشكلة هو قضية النظام الداخلي والهيئة العامة وإلى آخر كلها تعالج من خلال هذه المؤقتة قد تأخذ ستة شهر أو إلى سنة وممكن أنصر انتخابات خلال توسعة الهيئة العامة وبداية صفحة جديدة للكرة العراقية حسام يمكن سواء كان عن طريق الهاتف أو عن طريق البرامج دائما نتكلم عن الرياض العراقية نتكلم بمشاكل وننتكلم بنجاحات وهذه مشكلة صراحة أصبحت مشكلة ليس لا حل بالعكس أن نعتبره هذا واقع لازم نتكيف معه ومن بدينا من 2003 حتى الآن نتكلم على إنجاز نتكلم على مشاكل على أزموات على محاكم على سجون وهذه المسألة أنا أعتقد لا تليق بالعراق ولا تليق بالرياضة يفترض الآن نفكر بشكل جدي هذا العراق هو بلدنا سيد حسام إذا نظل بها الطريقة سنظل متأخرين جدا أو حتى العمل المفروض حسب ميثاق العنبي بالاتحادات هو عمل تطوعي هذا القتال الآن الموجود على الوصول إلى سدة الاتحادات أو حتى اللجنة العنبي واتحاد كرة القدم هذا شنو معناه وإلى آخره والله كلها طبعا تقزز بصراحة وتشعرنا بالأسف يعني نفكر شون نطور رياضتنا شون نبني بلدنا نفكر أنه هذا دخل السجن وهذا طريق من السجن والدعوة صار كل نقاشات نحن بهذا الجانب لا نفكر بالتطوير لا نفكر بالحلول لا نفكر شون نسابق الزمن ونوصل لنقطة الشروع حقيقية نطلق بها للآفاق الجديدة لا والدليل ديبتور عمار نحن نفكر الآن نعم لو شوف دول الجوار دول الخليج يعني لم نرى المشاكل بقطر لو بالإمارات لو بدول الجوار يعني الناس تتطور تمشي بخطوة حثيثة ونحن ملتهيين بهذه القضايا الشخصية يعني قد تكون أخار لمرحلة الأخيرة طبعا أكيد اللي ممكن أنه تكون نقطة شروع للوضع الضر نتمنى 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 الهيئة الموقعة الجديدة توسع الهيئة العامة يعني تحل مشكلة هذا النظام الداخلي وتبدي انتخابات جديدة وصفحة جديدة تليق بتاريخ الكرة العراقية يعني نحن الكرة العراقية أستاذ حسام رقم صعب بالقار ورقم بالعالم بس مع الأسف نحن يعني بذينا يعني نتراجع شيئا فشيئا حتى على صعيد يعني كل الخطوط من المنتخب حتى على صعيد الاندية وهذا شيء مؤسف جدا يفترض بالهيئة الجديدة أنه تخلي كل هذه حساباتها وتبدي مدآية جديدة على وعسى أنه ننسى يعني اللي حصل خلال هذه السنوات الماضية الدكتور يعني شون يمكن أنه نقيم انتخابات نزيهة بعيدا عن التجارب السلبية بالانتخابات السابقة الحديث عن الهيئة العامة يعني هي الكل بالكل الهيئة العامة هي معظمها من الموثلية الاندية والاتحادات الفرعية ولذلك هناك حديث أنه توسيع الهيئة العامة وحتى لا تبقى العصمة بيد الهيئة العامة الحالية القليلة العدد توسيحها اللي تشمل نجوم الكرة تشمل المدربين تشمل الحكام تشمل أصحاب الكفاءات الآخرين كما كان الوضع بالسابق حتى لا فئة صغيرة معينة هي اللي توجه البوصل طبعا هو كلامك دقيق جدا وصحيح يعني طبعا من خلال من بركم هذا حتى قضية اللجنة الأولمبية وقضية التحال للكرة القدم وبقية الاتحادات أنا أتمنى أن يصبح توسع كبير بالهيئة العامة حتى نغادر هذا موضوع التكتلات يعني مجموعة من الأشخاص يتكتلون ويوصلون لسدة الاتحاد وبعدها ما يعرفون يديرون أو ما يقدرون يديرون بالحقيقة يوصلون تسوصل شخصيات غير جديرة بالقيادة تتحكم مصائر الرياضة وبالتالي نحن من سيء إلى أسوأ القضية صاحة سيد حسام نحن نكون واقعيين حتى قضية الديمقراطية بالرياضة نحن لم يخدمتنا نحن رجعتنا للورا عشرات السنين يعني صلاديق الاقتراع بالحقيقة أما تدوير لنفس الوجوه أما تنتج شخصيات غير قادرة وغير جديرة وبعضها حتى شهادات موعدها يعني ثقتك بالشخص هو لا يمتلك شهادة لا يمتلك خبرة مكان رياضي سابق جاء من المجهول لمجرد يعني وعود يعني وكذر هذه الوعود زائفة بالحقيقة وهذه الوعود هي ترجعنا للخلف فالقصيد يفترض أكون يعني صرت ثقيف حقيقي لقضية الديمقراطية نحن الديمقراطية بالحقيقة بالرياضة فشل فشل ذريع بصراحة فنحن بالحقيقة صحيح كلامك يعني يعني ما نجل من ثمارة الديمقراطية يعني مدائما صلاديق تأتيك بمن هو الأمثل وهو الأفضل التأثيرات هذه التأثيرات الجانبية هذا الحراك الغير الشرعي الحراك الغير نزيه صحيح أنا أتكلم على كافة الأصعب حتى هذه التكتلات أكيد حتى هذه التكتلات تبعد الناس النزيهة كفوء الشخصيات المحترمة مدخوض بهذه الصراعات الشخصية التي توصل بها حتى تهديد وأشياء ثانية نحن كنا نعرفها حتى هذا الموضوع مع الأسف يعني أصبح شكه شخصية كفوء نزيه نزود يعني أصبحت بعيد لك أنا ما أقدر أشتغل في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الشخص يعني بدأوا يحاربوها لذلك الآن شوفت مع الأسف السيد المشهد هم الجهلة اللي عديمي الكفاءة اللي باعدهم شهادات أما أصحاب الشهادات فهم على أسف هم منعزين وأنا أيد كلامك من فقط على صعيد الرياضي على جميع الأصعيد طيب نرجع للمسألة عدم وجود هي مواقتة وعدم وجود راعي للكرة العراقية الآن بانتظار ما ستسفر عنه قضية النجم الدول السابق عدنان درجال بشكل نهائي مع الاتحاد السابق اليوم كان تصريح لباسل جورغيس المدير المنتخب الإداري وأيضا نقل عن كاتانيتش المدرب أنه يواجه مشكلة الدوري عدم استمراره يؤثر على لعبي المنتخب الوطني لم أكثرهم محترفين بالخارجي اللعبون قبل كان 90% ذات الذكر لفترة جيل أسبق من هذا جيل يونس الجماعة كلهم بالخارج يعني ماكو مشكلة ثلاثة يامي جمع بس الآن معظمهم يلعبون بالدوري أيضا وهذه مشكلة كبيرة بالتأكيد حسام هو عدن المدرب شون يختار اللعب هو أصلا لا يعرف مستوى قموالته الآن مهاراته ووضعات راجعة تقدم إذا لم يكن مسابقة شون يختار المدرب نعم مثلا نحن أعتقد من التفقين قرار إيقاف الدوري كان خطأ كبير أو ربما خطيئة يتحمل هذا الاتحاد أما قرار الاستعناف فهو استعناف المسابقة هو غير موجود بالحقيقة طبعا بالتأكيد نقول الله يساعد المدرب الذي على أسف رأسنا نوجه سهام النقد إلى مع كل إخفاق وحتى إذا تعادل الكل تشهر السيوف بوجه وتتكلم عليه بالفضايات والصحف وإلى آخره لكن هو من راعي الواقع الذي موجود الآن أنت شو توفر للمدرب توفر لمسابقة جيدة توفر لمعسكرات توفر لموارات ودية ممتازة طالب بنتاج أما إذا أنت لا لديك مسابقة ماذا طالب المدرب سيعرف أنه هذا اللاعب جيد أو هذا اللاعب تراجع أو هذا اللاعب تقدم سيعرف إذا ما كو دوري يعني أنا أعتقد هذا يأثر بشكل كبير طبعا على رحلة التصفيات المنتخة بلا كأس العالم هذا المسألة أنا أعتقد وبعدها نحن دعوكم واقعين نحن من لموعد المدرب يعني نحن ما نجي يخسر الفريق أو ينتكس أو يحقق تعادل مع فرق ضعيفة منفرض أن من المدرب لأن الواقع موانتك الآن هو واقع سيء واقع رديع واقع من يشجع على أي مدرب أساني يشتغل مع منتخبات داخل العراق دكتور أكيد نتمنى لدوري واللكر العراقية أن تعود عجل الدوران من جديد لها في الملاعب العراقية يعود الدوري إلى ألقه وإن شاء الله يعني بعد ما يكون مبررات خلي يعود الدوري والناس متونسبي وأكيد الهاجس الوطن أنه لم يجرد فقط استمتاع ولكن المدرب والمتخب يحتاج إلى دوري شغال حتى يرفع اسم البلد في كأس العالم وفي المشاركات المقبلة دكتور عمار أنا سعيد بلقاءك وإن شاء الله يتجدد اللقاء وإياك في مرات مقبلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد حسام شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج إيمان محمود المنفذ محمد حسين وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل تحية ونتخيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله